اشتركوا في القناة إليها بالتأكيد مع منظم معرض شمس الثقافي ولا شك الفني الثقافي منظم هذا المعرض كرم جرى بسعد صباحك كرم أهلا وسهلا فيك صباح الخير إليك للمشاهدين يعني مبارك الافتتاح يعطيكم ألف عافية بدايتان الله يعافيك إذا ما حكينا عن الشمس ما قبل ما أعرف ليش اخترته اسم شمس حابين نعرف عن الفكرة الأساسية اللي انطلقتوا منها والأهمية المرتبطة بهذا المعرض تمام في البداية احنا منشكر جهودكم على تفضيطكم للفعالية مشكورين جدا شمس هو معرض فني ثقافي احنا اخترنا المسمى نحكي عن المسمى في البداية كرمزية الاسم لأن الشمس هي اللي بتعبر عن الحرية والأمل كوننا احنا شعب محتل وأملنا بالحرية هو أساس وجودنا واستمرارنا نعم طبيعة المعرض هو عبارة عن لوحات فنية وفي مجال الفن والثقافي ولكن احنا اختصينا في هذا المعرض في مجال اللوحات الفنية راح يكون معرض لمدة أسبوع وافتتحنا بإذن الله مبارح الساعة السادس مساء الخميس بالأمس والحمد لله تم بشكل رائع جدا بمشاركة أكاديميين وأساتذ الجامعات ومن المدارس ومن المؤسسات الفنية وكان جميل جدا فكر رائع احنا جينا بالفكرة على مستوى الفكرة نفسها نعم هو أساسا في طور التقدم والتطور لأي مجتمع بتكون فيه فعاليات من هالنوع فكرة المعرض بتدمج ما بين الترفيه والثقافي احنا في مجتمع لنا تصور أن الكافي أو القهوة الشعبية هي مضيعة للوقت احنا في هذه الفكرة دمجنا ما بين الثقافي نعم اللي هي تمثلت وتجسدت باللوحات الفنية وما بين الترفيه على اعتبار أن الكافي هو مطرح ممكن تستثمر وقتك فيه مش بس مضيعة للوقت مش مفيد صحيح فالفكرة تعاوننا فيها مع مجموعة من الفنانين شاركوا فيها من أنحاء مختلفة في الوطن وفي مشتركين اثنين من غزة فنان وفناني شاركوا بلوحاتهم ولكن ما تمكنوا من المجيء بسبب الظروف اللي بنعيشها الفكرة الفكرة بدأت أساسا على اعتبار أن الحالة الفنية اللي عنا بتعيش حالة جمود نعم فإحنا هدفنا بشكل أساسي تنشيط الحالة الفنية في المنطقة ورفع من مستوىها الحالة الفنية والثقافية أيضا طبعا هو دمج لأن الفن هو بالتالي جزء أصيل من الثقافي فإحنا هدفنا أنه نرفع هالحالة وننشيطها في المنطقة نرفع من مستوها ومن جانب آخر تفعيل التواصل ما بين الناس كوننا نعيش اليوم في الزمن العالمي بأعلى مستوياته فهو بشكل المعرض بشكل ملتقى لشرائح مختلفة من الناس وممكن نساعد طلبة المدارس لأنه إحنا في مدارس مشاركين معنا ليتعرفوا على ناس اللي هم باع طويل ويساعدوهم ويبدعوا ويتطورو نعم كرامة كنت بدي أستفسر حول اللوحات الموجودة بالمعرض هل هي لوحات مشاركة فقط من المحيط الكرمي أو من عتيل مثلا كون المعرض في عتيل أم كان في هناك استهداف لكل الفنانين اللي بيحب يشارك بهذا المعرض حالو إحنا كبداية حبينا نكون على قدر الفعالية اللي بنا نعملها لأن المعرض هذه المرة عملناه في كافي فالكافي على مستوى المكان هو محدود ففتحنا المجال للمشاركين من جميع أنحاء الوطن يعني في عنا مشتركين من الخليل ومثل ما حكيت لك فيه من غزة وفيه من طول كرم فيه من المدارس فيه من الجامعات فيه من مؤسسات ثقافية من الهواء المبدعين يعني من أنحاء مختلفة ولكن يعني ما خلينا المجال مفتوح بشكل كامل لنكون على قدر المكان اللي إحنا عملنا فيه في المستقبل راح يكون فيه فعاليات بشكل أوسع إحنا حقيقة تفاجأنا يعني ما توقعنا من حيث الكمية والنوعية أنه فيه عدد فنانين أنا وفيه احترافية من حيث النوعية لأنه اللوحات راح يكون عرض لإلهن موجود في فيديو وموجود فيه صور إذا بتتمعني فيهم بتشوفي أنه فيه لمسات احترافية فيه ناس مبدعين مهمشين من هاي الطبقة بالذات وفي هذا الخصوص قداشي اليوم هذا المعرض أو شمس تحديدا هو يعني يتيح الفرصة للفنانين اللي ما عندهم إمكانية لنشر هواياتهم لنشر فنهم لتعريب الناس بأنه في عندهم إمكانيات وقدرات فنية رائعة اليوم شمس عم بيتيح لهم هاي الفرصة أنه الناس من مختلف الأماكن يجوا يزوروا لوحاتهم ويتفرجوا عليها ويتأملوها ويدعموهم ممكن تمام إحنا هاي الفكرة دعمناها عن طريق مدة المعرض إحنا عملنا المعرض لمدة أسبوع كوننا عرضينه في كافية فالافتتاح رح كان مبارح الخميس رح يستمر عرض اللوحات لمدة أسبوع فبالحالة الطبيعية الزباين أو رواد الكافية اللي رح يجو ممكن في ناس جايين يزوروا المعرض ويشوفوا اللوحات ممكن جايين بحالة الطبيعة من الرواد الطبيعيين فالناس اللي جايين يشوفوا المعرض أو الناس الرواد الطبيعيين للكافية هم رح يتعرفوا على اللوحات كل لوحة مكتوب عليها اسم الفنان فعليا هو بعبر عن فكره وبعرف عن شخصيته وعن تصميمه أو شغله في مجاله أو في نوعه جميل جدا ورائع كرم رسالة شكر ممكن بتوجهها اليوم لكل الناس ممكن اللي دعمت اللي رحبت بالفكرة واللي شاركت أيضا صحيح احنا تعاوننا مع كثير مؤسسات فنية وثقافية مع المدارس مع التربية والتعليم مع مؤسسات المجتمع المدني والصراحة لقينا ترحيب واسع بالموضوع على اعتبارها فكرة جديدة على المنطقة وبترفع من مستوى المنطقة بشكل عام وأيضا في جوهرها فيها فكرة احنا فعليا بنسلط الإضاءة على إبداعات من جانب مهمشي ومن جانب آخر بنسلط الإضاءة على تداعيات الاحتلال كوننا احنا منعيش حالة الاحتلال وبنكون بتدعيم مرتكزاته عن طريق الفن وتعبيرات الفن احنا بنقدم وجه حضاري من خلال جزء من أجزاء الثقافي وبنرفع هذا الوجه الحضاري بمواجهة كل أشكال التعدي على الوجه الحضاري لإلنا من قبل الاحتلال لأنه حاول دائما يوصل للعالم أنه احنا مجتمع بدائي لنستحق الحياة احنا من خلال هذا المعرض ومن خلال هذه الأعمال بنرفع الوجه الحضاري لإلنا ومنطور من ثقافتنا أمام العالم كله أنه احنا نستحق الحياة وعننا القدرات وعننا الإبداعات وعننا كل أجزاء الثقافي كل الاحترام إلى كرم ولهذا النفس خاصة أنه اليوم الشباب الفلسطيني يتحدث بهذا النفس وبهذه الطريقة سؤال أخير عن شمس مين اختار الاسم وليش سبب تسميته اخترنا الاسم احنا يعني بالتشاور مع المجموعة لأنه اللي بشتغل هو عبارة عن جروب من الفنانين والفنانات شمس هو فيه رمزية للحرية وفيه رمزية للأمل وإحنا أساس وجودنا واستمرارنا مثل ما ذكرت هو الأمل للحرية اللي رح نعيشها يوما ما يعني بشكل حتمي بإذن الله فهالمشهد هو فيه دمج لواقعنا وبنفس الوقت يعني هو صنع جو نوعا ما مختلف أو بكسر الروتين لشبابنا المضغوطين اليوم بسبب الظروف اللي بعشوها كل الاحترام والتحية لإلك كرم جرى بمنظم معرض الشمس بالإضافة إلى مجموعة من المنظمين شكرا جزيلا لإلكم يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله دايما بيكون فيه هناك تنظيم لهذه المعارض ممكن أو بأشكال أخرى كل التوفيق إن شاء الله شكر خاص لتلفزيون الفجر على تغطيته للفعالية وعطاءه المستمر يعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا بالتوفيق إن شاء الله كنا وياكم مشاهدين الكرام بمحطتنا الأخيرة من اطلالتنا الصباحية ومشورنا الصباحي من البرنامج الصباح الخير بهذا النفس الشبابي وبهذه الروح الشبابية اللي دايما ما تطمح إلى الأمل تطمح إلى الإشراق من جديد على الرغم من كل التحديات وكل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش فيها في الواقع الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وحتى صحيا نشكركم جزيلا الشكر على المتابعة والمشاهدة سواء من خلال الشاشة المحلية أو الشاشة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والموقع الإلكتروني الفجر تي بي دوت كوم أشكر جميع الديوكلي اليوم كانوا موجودين معنا يعطيهم ألف عافية على وجودهم وعلى معلوماتهم الأكثر من رائعة اللي لا شك احنا استمتعنا فيها واستفدنا منها أيضا والشكر بالتأكيد لأزميل برا عمر في المتابعة والإخراج تحياتي هبا مصطفى أتمنى لكم جمعة مباركة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة